أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا والتي تمثل ركيزة همة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأعرب رئيس السيسي خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بالعاصمة برلين عن تطلع لتعظيم التنسيق وتشاور مع الجانب الألماني خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية محل الاهتمام المشترك مؤكدا أنه لا سبيل لتسوية لأزمات المنطقة إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضي الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية وصرح المتحدث باسم الرئاسة الجمهورية بأن وزيرة الخارجية الألمانية أكدت أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي خاصة في ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات مشيدة بجهود الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة كما أعربت عن تطلع بلادها لتكتيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط ومشيدة بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعد توصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة وأضف متحدث رئاسة أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل خاصة تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية السلبية على المستوى العالمية إلى جانب مستجدات جائحة كورونا وكذلك ظاهرة تغير المناخ في ظل انعقاد حوار بيترسبورغ واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري كما تم تطرق إلى تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا والسوريا واليمن